برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخيرية مصر ما فيه الشك ان فيه اشواط مهمة قطعتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الاخيرة في ملف البيئة والحد من اثار التغيرات المناخية بنتكلم على مشروعات الملاقة بنتكلم على موانئ خضراء بنتكلم ايضا على نقل ذكي صديق لي البيئة واخيرا مؤتمر عالمي مؤتمر قاضي في مصر العالم كله لمواجهة التحديات وعاء المصير اللي بيواجه الكوكب من مخاطر الاحتباس الحراري وهو مؤتمر كوب توانتي سيبن صحيح يا احمد يعني الحقيقة تفاصيل كتير جدا وجود كتير جدا في هذا الملف تحديدا خلينا نعرف اكتر عن حصاد السنوات العشرة في ملف البيئة من دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجماعة عين شمس هو رئيس لجنة البيئة بالمجلس الاعلى للثقافة صباح الخير يا حديك يا فاني كل سنة وحديكم طيبين وبعيد الأطحى المبارك ربنا يعيده على كل المصريين بالخير واليمن والبركات يا رب الله عم في البداية خليني أعرف من حضرتك ماذا قدمت مصر في هذا الملف تحديدا على مدار السنوات المضاية التسع سنوات المضاية تحديدا الحقيقة ملف البيئة يعني كان محط اهتمام كبير جدا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العشرة سنوات والحقيقة بزل فيه مجهود مدني جدا لم نشهده من قبل ويمكن ده بيظهر في حضور فخامته إلى معظم الفعاليات التي تعقدت في مجال البيئة على مستوى العالم حضر قمة باريس 2015 حضر قمة جلاسكو 2021 قمة بريست قمة بروكسل كل دي حضرها حتى حضر قمة التمويل اللي كانت أول مبارح موجودة في باريس صحيح وكانوا بيأكدوا فكرة على التمويل يعني حضر ده كله ونظم كوب 27 بالضبط يعني فاهتمام غير عادي واهتمام لأن البيئة هي الحياة بتاعتنا هي الغذاء هي الماء هي الهواء وبالتالي لو كان فيه مشكلة في هذه الموارد هتصبح مشكلة لكل المصريين وفقامة الرئيس بيأكد على جودة الحياة للمصريين وإزاي يعيشوا فيه جو وفيه بيئة صحية يقدروا ينتجوا ويقدروا يستمتعوا بهذه البيئة بالتالي هناك يعني مجهود ضخم جدا من فقامة الرئيس خلال عشر سنوات في ملف البيئة بشكل غير مسبوق على مستوى مصر كلها خلال الفترة اللي فت يمكننا كان عندنا مشاكل كتيرة قبل كده كان عندنا مشاكل حركة تفتكروا السحابة السوداء اللي كانت يعني موجودة لسنوات طويلة يعني وبتعمل لنا مشاكل صدرية ومشاكل صحية وروائح إلى آخره هذه السحابة دم تعد موجودة الآن كان عندنا مشاكل في تلوث الهواء عندنا مشاكل في تلوث المصانع كان عندنا مشاكل في الانبعاثات اللي بتطلع الحقيقة كان هناك مشاكل كثيرة وأتصور لو خدنا ملف ملف كده اتكلمنا فيه هنحس بالنقلة النوعية اللي يعني الدولة برعاية فقامة الرئيس بيأكد على هذا الموضوع وبيقدم كل ما هو جديد في هذا الملف نعم دكتور عبد المسيح لو هنتكلم تحديدا على البداية لأن أصعب قرار هو بيكون قرار البداية من أين بدأت مصر هذا الملف تحت الحقيقة بدأ الملف ده من حاجتين مهمين جدا أول حاجة إذا عايزين نحل المشاكل لابد من التخطيط الجايد التخطيط الجايد بدأ بحاجتين يعني فقامة الرئيس أمر بيهم وهو وضع استراتيجية للتنمية المستدامة في مصر 2030 ووضع خطة واستراتيجية أيضا لتغير المناخ 2050 وابتدى فعلا يتحط استراتيجية موجودة لأنه لو أنا همشي صح لازم أحط قدامي بلان وحط خطة تقدر تماشيني لقدام استراتيجية مصر للتنمية المستدامة فيها 8 أهداف هدفين منهم مهمين جدا هما الهدفين الخاص بالبيئة وهو جودة الحياة لجمت المصريين صحيح الهدف الثاني نظام بيئي مستدام وموت كامل وحفظ هذا النظام البيئي ده كان بالنسبة لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة دي البداية التي اعتمتها في قامة الرئيس في 2016 ثم برضو عدلات سنة 2018 ده بيأكد لنا أن الموضوع مش وليد النهاردة لأ ده على مدار السنوات الماضية عندنا كمان استراتيجية مصر للتغير المناخ 2050 وده بتأكد على خمس أهداف مهمة جدا أول حاجة نمو اقتصادي منخفض الإنبعاثات يعني نعمل نمو اقتصادي ومفيش دولة في العالم مش هتقدر تعمل هذا النمو الاقتصادي ولكن نفكر إزاي نقل الإنبعاثات الخاصة بهذا النمو الاقتصادي ده رقم واحد رقم اتنين آليات للتكيف والتخفيف احنا عندنا مشكلة عندنا مشكلة أه المناخ بيتغير والدرجات الرحلة بتزيد طيب كيف يمكن التأقلم والتكيف مع هذه التغيرات ده كان الهدف الثاني من هذا الهدف الثالث الحوكمة وهو قاس بالتوقيع على اتفاقيات الدولية لأن احنا لسنا بمعزل عن العالم ولكن لابد أن نتشارك مع العالم كله في الاتفاقيات ونوقع عليها حاجة التالتة الرابعة البنية التحتية انت مش تقدر تغير أي حاجة لغاية لما تزبط البنية التحتية بتاعتك وبالتالي كان من المهم في الهدف الرابع وهو البنية التحتية وتحسين البنية التحتية حتى نستطيع أن نواجه تغير المناخ الهدف الأخير وهو البحث العلمي البحث العلمي مهم جدا عشان نقدر نحط أفكار وحلول بدون بحث علمي مش نقدر نحنا نحط أفكار متطورة لمشاكل مش بس المناخ أي مشكلة والحاجة الأخيرة مع البحث العلمي الوعي البيئي لكل المصريين مهم جدا الدولة تعمل نشاط وبتعمل مجهود لابد أننا أساعد وأدعم الناس لتحسين وعيهم وتحسين سلوكياتهم تجاه البيئة إيد واحدة ما تسقفش الدولة تعمل لكن المواطنين أيضا عليهم أن يقوموا بهذا الأمر بشكل جديد وبالتالي النقطة الأخيرة في الاستراتيجية اللي هي الوعي البيئي لكل المصريين عشان نقدر نمشي في هذا الملف بشكل جيد دي كانت البداية من اهتمام فخامة الرئيس بالبيئة من خلال الاستراتيجيتين التنمية المستدامة وتغير المناخ دكتورة المسيح حالة ووصينا كمان للجهود المصرية في هذا الملف تحديدا هنلاقي أنه في استراتيجية حقيقة وطنية لتحقيق هذه الأهداف نحن نتابعين التخدير الموازنة العمار نتابعين فكرة زيادة أو تنويع مصادر الطاقة أيضا زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وشايفين مبادرات كتير جدا وشايفين مشروعات حتى كتير جدا الحقيقة موجودة دلوقتي على أرض الواقع لو حتى بصينا على مدينة شرم الشيخة على سبيل المثال هي مدينة خضراء بالكامل حتى في بعض الموانئ التي تتبنى هذه الاستراتيجية وتحولت لموانئ قدراء مصر بتسير بخطة تابتة نحو هذا الهدف لكن يتطلب شغل كتير جدا عايزة أعرف من حضرتك حتى نقدر أننا وصلنا لهذه النتائج حتى الآن هي مش بسيطة بالمناسبة تماما وفي دول كبرى عديدة لسه ما قدرتش تحقق ده بما أننا حتى بنتكلم دائما سيادة الرئيس بيتحدث أنه إن كانت مصر أو حتى القارة الأفريقية يعني هي بتساهم بنسبة بسيطة جدا من الامبعثات الكربونية بالمقارنة مع دول الصناعية الكبيرة مصر قدرت إزاي التحقق ده في هذا الوقت البسيط طبعا فيه خطة زي ما نقول دايما فيه لونج ترم بلان وشور ترم بلان يعني خطة طويلة وخطة قصيرة الأمد إيه اللي احنا عملناه حتى الآن؟ إيه اللي احنا قدرنا نعتمد عليه حتى الآن عشان نصل لهذه النتائجة الحقيقة يمكن أحد كلمات في خامة الرئيس بيقول إيه؟ إذا كان عندنا الإرادة القوية نستطيع أن نفعل الكثير ونغير الكثير بالتالي بقى كان فيه إرادة من الدولة المصرية في هذا الملف تحديدا ويمكن حضرتك تذكرتي موضوع الطاقة الطاقة الجديدة والمتجددة ده يعني أمل مهم جدا لكل العالم إزاي يغير الطاقة من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة التي لا تخرج عنها إمبعاثات مشكلتنا الإمبعاثات طيب برغم أن مصر لا تمثل بالنسبة للعالم بأكتر من 68% من إمبعاثات سانيكسيديد كربون إلا أنها مشي في هذا الملف وده معناه أن مصر بالفعل دولة صباقة بتسبق كثير من الدول في مجال تغير المناخ بالمناسبة حتى الرينك بتاعها أعلى من الولايات المتحدة وتركيا في هذا الملف الطاقة الجديدة والمتجددة إحنا عندنا ثلاث أنواع من الطاقة الجديدة والمتجددة ماشيين فيها بخطة سابتة جدا حريك لو تشوفي الطاقة الشمسية إحنا مصر ماشي بخطة رائعة جدا في ملف الطاقة الشمسية عندنا يعني محطة هائلة جدا في بنبان في أسوان وهذه المحطة يعني تمثل رابع أكبر محطة على مستوى العالم بعد الهند والصين إحنا أكبر محطة وبالتالي هذه المحطة هتغطي احتياجاتنا خلال عشر سنوات مع كمان الطاقة الرياح اللي هي الطاقة الخاصة بتوحين الهوى في منطقة الزعفرانة وجبل الزيت وهذه المناطق مجموعة الاتنين دول هيمثلوا نقلة حضرية بالنسبة لمصر خلال العشر سنوات القادمة وبالتالي هذا الملف ملف مهم جدا فيه محطة الضبعة ويقلل لنا استخدام الطاقة التقليدي نعم فيه كمان محطة الضبعة فيه محطة الضبعة اللي هي الخاصة بالوقود النووي اللي ممكن ينتج لنا طاقة نووية بس دي لسه يعني ما بدأش الانتاج فيها عندنا كمان الهيدروجين الأخضر ويمكن هذا الهيدروجين الأخضر شفنا افتتاح فقامة الرئيس لأول مصنع لانتاج الهيدروجين الأخضر في المرحلة الأولى في منطقة العين السخنة على اعتبار أن الهيدروجين الأخضر ده هو يعني الصيحة الجديدة المشكلة الوقود التقليدي في زر الكربون لما بيجي تحرق بيطلع سنوكسيدي الكربون اللي عمل لنا المشاكل كلها لكن بالتحليل الكهرابي للمية نطلع يطلع الهيدروجين لما بيتأكسد ما بيطلع سنوكسيدي الكربون لأنه فيه زر الكربون بالتالي يطلع لنا هيدروجين طاقة نظيفة جدا ومصر ماشي في هذا الملف بخطأ شديدة جدا وعملت دلوقتي برطقالات تعاون مع الاتحاد الأوروبي لأننا في منطقة قريبين جدا من مناطق الاتحاد الأوروبي ويبقى ممكن فيه استثمارات وفيه تصدير لهذا الغاز وبالتالي ممكن اقتصادنا يدعم بشكل كبير جدا في ملف الطاقة إن شاء الله 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة ستكون مصر شغال عليها خلال إن شاء الله 10 سنوات يبقى نص تقريبا الطاقة بتاعتنا طاقة جديدة ومتجددة وبعتقدش زي ما حك تفضلتي يعني العالم وصل لهذه النسبة أو بيوصل لهذه النسبة وده ملف مهم جدا يعني ماشي فيه مصر بشكل كبير جدا نعم دكتور بنتحدث يعني جدير بالذكر بما أن حضرتك نوهت عن قناة السويس تحديدا فيمكن منذ أيام كان فيه مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع رئيسها في قناة السويس وتحدث أن قناة السويس أصبحت قناة خضراء صديقة للبيئة أيضا لدينا وسائل نقل ذكية صديقة للبيئة ويمكن زي ما قالت جمانة عندنا أيضا موانئ خضراء عندنا أوتوبيس تردودي عندنا قطار LRT السريع والخفيف أيضا وغيرها من وسائل نقل تمتلكها مصر الذكية وصديقة للبيئة كيف ساعدت هذه الوسائل على تقليل الانبعاثات الكربونية الحقيقة كان هناك أيضا مبادرة من فخامة الرئيس لو تتذكره منذ عدة أشهر وهي تخريد السيارات القديمة اللي هي مضى عليه عشرين سنة لأن هذه كانت بتطلع انبعاثات شديدة جدا فالدولة قارت لأي واحد عنده عربية قديمة يسلمها ويأخذ عربية جديدة بقرد من البنك ميسر ده بالعكس ده الدولة هتدفعله كمان في الملاكي وفي الميكروباز هتدفعله مبلغ عشان تساعده في هذا الأمر مبلغ ده كان بيسمى الحافز الأخضر الحافز الأخضر اللي هو كان يدفعه للمواطن علشان يقدر أن هو يغيط العربية بتاعته ويمكن يعني بتسهيلات تصل إلى عشر سنين يعني ده حاجة كويسة جدا ده بجانب كمان تحويل السيارات يفنم اللي بتعمل بالبنزين الغاز طبيعي بالضبط ووسائل النقل دلوقتي كلها لأنه ووسائل النقل بتجوب القاهرة احنا عندنا تقريبا أربع مليون سيارة بتجوب القاهرة يوميا يعني فده رقم كبير جدا فلو يعني جزء من هذه السيارات بتتحول إلى الغاز الطبيعي طبعا الغاز الطبيعي ده غاز ما يعتبره صديق للبيئة أو يعني لا يسبب انبعاثات شديدة زي البنزين وزي السولر وبالتالي برضو ماشيين في هذا الإطار وبالتالي كل الأمور الخاصة بالوقود اللي بتستخدمه السيارات بنحوله إلى وقود جديد وقود ليس له انبعاثات أو انبعاثات طفيفة وده اللي بيسموه النقل المستدام الأخضر والدولة بتحول طبعا من خلال القطار القهرابي الحديث وغيره من الوسائل إن هي طبعا ده بيشتغل بالكهرباء وبالتالي ما بيطلعش انبعاثات فهنحس بيه يعني طفرة كبيرة جدا في مجال تحسين بيئة الهوائية في مصر نتيجة تحويل هذه السيارات اللي تعمل بالغاز الطبيعي وغيرها حتى كمان حكتفلت قناة السويس ممكن جدا السفن اللي بتعدي هيبقى لها شروط خاصة إن هي تكون سفن خضراء بتستخدم أنواع معينة من الوقود ما فيش أي مخلفات تترمي في القناة كل دي هتتبعى لها تأمينات بحيث إنه بالفعل نحن في طريقنا إلى النقل المستدام والنقل الأخطر دكتور حيث كان عندنا صداع كبير جدا من المخلفات كانت بتمثلنا مشكلة كبيرة جدا دلوقتي مش بس إحنا بنتكلم على تدوير المخلفات وما إلى ذلك بس لكن إحنا كمان نتكلم على فكرة إن إحنا مصر بتصدير نحو استخراج طاقة منها والبيو جاز فإحنا يعني انتقلنا من مشكلة كبيرة لبالعكس لمشروع يدر دخل فكلمنا عن نقطة دي تحضيرها الحقيقة موضوع المخلفات ده زي ما حكت فضلتي بمثل مشكلة كبيرة لنا كمصريين يعني إحنا منطلع 26 مليون طن في السنة مخلفات فده رقم كبير جدا بأنواحها المختلفة وخاصة المخلفات البلدية يعني اللي هي بتطلع عن الاستخدام الأدامي أو استخدامي إحنا كمصريين طيب إحنا ما كانش عندنا قانون خالص يعني كنا منمشي بالمحليات المحليات هي اللي بتقدر تخلص ده أو بعض الجمعيات الأهلية الحقيقة فطنت الدولة لهذا وأقر وفخامة الرئيس مضى القانون رقم 202 لسنة 2020 في شأن الإدارة المتكاملة للمخلفات لأول مرة في مصر هيبقى عندنا قانون لإدارة المخلفات هذا القانون من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهتبقى دورة متكاملة تبدأ من الفرز من المنبع من البيت وهنا عامل التوعية مهم جدا أن احنا نقول للناس افصلوا المخلفات من البيت والطريقة سهلة مجرد يعني كسين واحد اللي فيه الحاجات العضوية واحد فيه بقية الحاجات عشان ما نصعبش الدنيا عن الناس ثم يبدأ عملية نقل هذه المخلفات ثم توصلها إلى المكان الخاص المكب ثم يبدأ الفرز ثم يبدأ عملية حكتين يأما بنبدأ التدوير لهذه المخلفات حتى نعيد هذه المواد التي سبق أن استخدمت إلى موارد مرة أخرى وده مكسب اقتصادي مهم جدا يعني لما نعيد تشكيل البلاستيك والمعادن والألمونيا والحاجات دي كلها فيها مكاسب اقتصادية ومكاسب للبيئة أن أنا ما بهدرش موارد كان ممكن أن هي تهدر الحاجة الثانية تحويل هذه المخلفات إلى طاقة عندنا نعين من الطاقة الطاقة الكهربية وأول مصنع اتعمل فيه أبرواش في منطقة اسكندرية في الفترة الماضية يمكن بيستخدم 1200 طن بيحاولها إلى طاقة كهربية وبتطلع لنا طاقة كهربية الآن فبالتالي قدرنا نستخدم هذه المخلفات اللي هي يعني بعيد عن التدوير بعد ما خلصنا عملية التدوير إلى إنتاج الطاقة الحاجة الثانية كمان زي ما حكت فضلت البيوجاز اللي هو بيطلع بقى من الرواس اللي هي الخاصة بالماشية ودلوقتي في إطار مبادرة حياة كريمة اللي تفضل بها في خامة الرئيس بنعمل المخمر اللي هو بتعمل فيه بعض القرى بيعمل جورة كده ويحط فيها هذه المخلفات وبيقفلها لفترة معينة لها نظام معين بتتحول إلى غاز الميسان أو اللي هو غاز الطبيعي ويقدر يشغل بيها فرن صغير أو عين أو بوتجاز صغير وبالتالي إدارنا نحول هذا الأمر إلى طاقة مهمة وهذه المشكلة بالفعل ابتدت إن شاء الله هنشوف تطور كبير جدا في الشوارع وفي المدين وإن شاء الله أي منظر لأنه بالفعل القمامة تؤثر علينا في إنتاجنا وفي نفسيتنا وفي سعادتنا إنك إنت المكان النظيف يسير السعادة ويسير الإنتاج وحتى يعني اتضح إنه الناس اللي بتعيش فيه المرضى اللي في المستشفيات حتى لما يكون المكان نظيف وبيبص على مكان نظيف بيفرق معا كمان فيه الصحة وبالتالي الدولة فطنت أيضا لهذا الملف الكبير ونحن فيه إجراءات حالية للاستخدام الأمثل للمخلفات ولا نحرق على الإطلاق المخلفات ممنوع خالص حرق هذه المخلفات إلا إذا كان فيه محرقة قاصة بتعملها الدولة بشروط صحية وشروط معينة إذا تبقى من مخلفات لا نستطيع تدورها أو لا نستطيع تحولها إلى الصحة أعتقد فيه مدافن كمان يفندم للمخلفات مظبوط فيه المدافن الصحية بس طبعا برضو لها شروط بتتحط فيه المخلفات الطبية المخلفات الطبية لها محارق طبية اللي هي الخاصة بالمستشفيات والعيادات والحاجات دي كلها بتبقى لها محارق موصفات معينة لأن ديما نقدرش لا ندورها ولا نقدر نستخدمها مرة تانية لأنها طبعا ملوسة بأسباب الأمراض المختلفة بالتالي بتتحرق فيه محارق خاصة بيها وعشان برضو ما تسببشي انبعاثات لأن لو سببت انبعاثات تتعمل لنا مشكلة مرة أخرى نعم طيب إذن بنتحدث على ملفات خاضت فيها مصر أشواط وأشواط وكان هناك إرادة سياسية جدة لتصدي لهذه الظاهرة ويمكن أهم هذه الظاهرة ناتجة عن ملف تلاوث البيئة الاحتباس الحريري ومن هنا نظامت مصر مؤتمر كوب 27 هذا المؤتمر اللي يمكن كان فيه حضور للغالبية العظمة من الرؤساء والملوك في دول العالم أجمع تحديدا وأصفر عن عدد من التوصيات الهمة يعني يعني عاوزيني تكلم تحديدا عن كيف استفادت مصر من تنظيم مؤتمر كوب 27 الحقيقة مؤتمر كوب 27 نحن نعتبر من أهم المؤتمرات التي نظمت على مستوى العالم برغم أن نحن كنا نقول باريس 2015 كان نقلة في توقيع الدول على اتفاقية وبخاصة مد الدول بـ 100 مليار دولار إلا أنه لم يحدث من هذا المبلغ إلا نظر قليل كوب 27 الحقيقة بفضل الدبلوماسية المصرية وبفضل الجهود الشخصية من فقامة الرئيس في هذا الملف تحديدا ومتابعة يومية تقريبا لأعمال هذا المؤتمر قدرنا نوصل إلى عدد من التوصيات ولحرارتكم فاكرين إحنا المؤتمر امتد ليوم آخر لأن مكان التفاوض عملية صعبة جدا ساعة الأولى من فجر اليوم عدنا الغات يوم تاني والفجر يعني متابعة يوميا فالحقيقة كان هناك يعني عدد من التوصيات اللي طلعت من هذا المؤتمر أول توصية هو الخاص بصندوق الخسائر والأضرار تمويل الخسائر والأضرار يعني اللي كانت بتطالب به دول الأفريقية الدول الأفريقية الحقيقة ده ملف مهم جدا وده أول اعتراف دولي على مستوى العالم بحقية الدول الأفريقية المتضررة من جراء تغير المناخ الدول الأفريقية مطلعش زي بحق تفضلتي 4% من الإمبعاثات كلها على بعد غير بقى الصين والولايات المتحدة اللي بمثلوا أكتر من 34% من إمبعاثات سانيكسيد الكاربون وبرغم هذا الأثر وقع أكتر على الدول الأفريقية والدول النامية وبالتالي قوم 27 كان اعتراف دولي من العالم بأهمية أن احنا نمول من خلال صندوق جديد اسمه صندوق الخسائر والأضرار وهيتعمل في قب 28 إن شاء الله في الإمارات الجاي حاليا بتتعمل مفاوضات وكان فيه اجتماع في الأقصر منذ شهر مارس الماضي قعد فيه حوالي 10 دول متقدمة 14 دولة نمية عشان يحطوا آليات تنفيذ الصرف على هذا الصندوق يعني ما المعايير الخاصة بهذه من المستفيد من المستفيد من المستفيد من هذا الصندوق وحجمه ومن الدول المتضررة ومن الأقل إلى آخر وبالتالي تحت آلية تعتمد إن شاء الله في قب 28 بالإمارات بحيث يبدأ بالفعل هذا الصندوق دي أول نقطة كانت أول توصية مهمة جدا جدا ودي اللي عادنا فيها مدرة طويلة لأنه مش بالسهولة إن العالم يتفاوض ويمضي على حاجة زي كده فمصر بالدبلوماسية المصرية قدرت بفعلا فعلا هذا الأمر إن هي تاخد موافقة من العالم الحاجة التانية التوصية التانية تقليل إنبعاسات غاز الميثال لأنه أحد المصادر المسببة أيضا لعملية الاحترار أو الاحتباس الحراري الحاجة التالتة الاتجاه إلى الخفض التدريج للفحم والبترول لأن دون مسببين أيضا لهذه المشكلة العمل إن العالم ما يتجوش درجة ونص زيادة عن الحالي لأنه ده معناه لو تصلنا بقى 2 و2 ونص ده معناه هيبقى مشاكل إذا كنا دلوقت في إطار أقل من درجة ونص وبنشوف سيول وبنشوف فايدانات وبنشوف جفاف وبنشوف حراء الغابات وبنشوف كوارس كتير على مستوى العالم فما قابلنا لو هذه الدرجات الحرارة زادت مرة أخرى وأصبحت عدة الواحد ونص فهناك توصية أيضا بهذا الأمر في توصيتين كمان مهمين جدا الدولة الأفريقية ستأخذ دعم بمقدار 3 واحد من 10 مليال درار في نظم الإنذار المبكر هي المشكلة إيه؟ مشكلة أنا لو عندي نظم الإنذار مبكر ممكن تخليني أتجنب الكارثة ولكن الدولة الأفريقية نظر لأن إقتصاد بتاعتها ضعيفة ما عندها شازية التكنولوجيا وبالتالي الدولة المتقدمة اتفقت من ضمن التوصيات مد الدولة الأفريقية بهذا المبلغ علشان تقدر تجيب نظم إنذار مبكر تحاول بها تتقلل من وضع الكارثة على الناس السكان آخر نقطة ودي نقطة برضو مهمة استخدام تكنولوجيا تغير المناخ يعني فيه تكنولوجيات في العالم تكنولوجيات خضراء وحاجات كده برضو الدولة الأفريقية مش قادرة من خلال اقتصادياتها إن هي تتماشى مع هذا وبالتالي هتساعد الدول المتقدمة الدول النامية فيه ما يسمى بالتكنولوجيا الخضراء أو التكنولوجيا النظيفة اللي هي هتحاول من خلالها تعمل هذا والتالي دي كانت توصيات مهمة جدا في هذا الملغ ودي نقطة كانت فيه يعني دايما سيادة الرئيس بيؤكد عليها فكرة التمويل نقطة مهمة جدا بتندرج تحتها معظم النقاط اللي حدثت عنها واللي كانت دايما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد عليهم كمان مؤخرا فيه قمة المثاق اللي كانت انعقدت من أيام قليلة وهي دي فكرة دايما الحديث عن أنه الدول الصناعية الكبيرة هي صحبة النصيب الأكبر من هذه المشكلة أو فيه ملفة تغير المناخ ولكن صحبة التأثر الأكبر هي القارة الأفريقية فيمكن دي نقطة محورية اللي دائما ما بيؤكد عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودائما ما بيؤكد على الضرورة أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها تجاه هذا الملف تحديدا ملفات كتير جدا وقطعات كتير جدا وأشواط كتير جدا حياء مصر خادتها في هذا الملف إن كان فيه قطع الزراعة أو الكهرباء أو حتى النقل والطرق وما إلى ذلك يمكن فعلا إحنا بالوقت مش سامح أن نتكلم عنها باستفادة لكن أنا طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئة بجماعة عين شمس رئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى الثقافة شكرا جزيلا وشكر لفخمت الرئيس على دعمه لملف البيئة بشكل كبير خلال السنوات الماضية بالتأكيد بنشكر حضرتك وشكر أيضا لصاحب الإرادة القوية الصلبة التي لا تلين أبدا رغم كل التحديات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشكر لك مرة تانية